موسيقى طيب الفرحة فرحة صيفية وجزائرية قبل كل شيء سيسرار ما هو شعورك باسم أعضاء الفريق والفريق يفوز بهذه الكأس كما قلت الفرحة كبيرة وكبيرة جدا لكل فرد جزائري وخاصة جاء في وقت إن كانت الكرة الجزائرية ما قدرس نقوله في انخفاض ولكن غيعتنا عنهم سرعة تحق جاءت هذا الكأس من طرف الفريق اللي رضيين تنين في اسم الوطني الثاني يعتبر حافز يعني من الفريق الوطني ويتمنى إن شاء الله من هذا الكأس بيجاء في اليوم باش يعني الكأس الإفريقي للأمم يعني تبقى في الجزائر إن شاء الله إن شاء الله في خلقا بك فشكا شعور كنت تشوفوا لي قابلة على خط التمس طبعا كمدنة كنا فرحانين يعني بعد ما صدقنا هدف الأول لا قبل المقابلة قبل المقابلة كنا شوية يعني معصابيين شوية كالكل ونظن يعني كنا نويين الديوهاء في الكأس يعني عزمين الديوهاء وكانت عنا في طف اللعبة وكانت يعني محضرين بواهنين هدف فيه طيب على ذكر التحذير والتحذير والعمل الجاد واللي خلال الكأس هذي تكون معنا في السيديو هنا بالقساطين للتركير هذي إعادة للأهداف اللي تسجلت بهذا المقابلة قبل القتل أمامي للإفاق كذلك هو القتل مش هدناش قتل تكتير منذ بداية اللقاء يتنفذ التماس مباشرة نحو عد الراحين ويخذف وزرقان تهتز كل المدرجات في هذا الهدف تهتز المدرجات وهدف أول هدف أول بعد هذا التمرير من عبد الرحيم وزرقان وبكل قوة وبكل برعة يسكن الكورة في شباك هندروي الهدف الأول لي فالح فريق الوفاق وفرحة الأنصار شي جميل جداً بعد هذا العمل الرايع من عبد الرحيم شوكي باشي تخلص من المدافع الأول ثم يخذف تسطد من الكورة وهو تمر لزرقان بكل قوة يسكن الكورة في شباك هندروي والفرحة تحمل كل المدرجات الكورة تخرج غريب نافتي فتحنا على الوساط رحمان إبرازو هدف هدف الثاني يا رحماني بعض جزاك فقط رحماني با 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 شي جميل جداً رايع رايع يا رحماني الهدف الثاني الهدف الثاني وفرحة الأنصار مرة أخرى فرحة الأنصار وأظن كل المشاهدين تبعوا هذا الهدف الرائع من طرف عبد الرحيم بعد هذه التمريرة من العمق يسعد بن جد الله ويسكن الكورة في شباك هندروي وثنين لليفا وصفر لفريق ايوان وانيو وكذلك توجيهات الزملاء بالإيسيديو قد سمعوها والإعادة مرة أخرى والهدف نشوف كانت سجل مرة أخرى على الناحية اليسرى استعمال الناحية اليسرى نصر الدين أنت لقى من رئيس أنت لقى من رئيس جميلة ييه سيحة سيحة مرة أخرى واقفة punt عن طرف لا اللعبين والسمهور والسمهور الغفير اللي ينطلق في سرخاته عجيسة ما تخط رحماني العجيسة ويه رحماني والرابع والهدف الرابع والهدف الرابع من هو رحماني يبدو لي أنه هو رحماني هالهدف الرابع والكأس يبدو لي أنها ستكون من نصيب الفريق الجزائري الوفاق هكذا الوفاق حقيقة الذي صال وجل كيف مشى في الدقائق الأخيرة هذه وانطلاقا من بداية الشوطة الأول حقيقة قدم عرض جيد وأخيرا توجه هذا العرض بتسجيل أربعة أهداف كاملة في شباك أندروي وتبقى الكأس هنا في الجزائر فمن صبقا من صبقا نقول هنيئا هنيئا لكل الشعب الجزائري هما الجو رغم البرودة الشديدة الرياح الباردة والثلوج المحيطة هنا بالملعب وهذه هي الكأس التي وصل إليها الوفاق بعد مجهود كبير وعمل شاق طيلة الموسم مرورا بالملعب المالي الترجي التونسي الأهلي المصري وأخيرا إيوان يانيو النجيري عدسات الصحفيين عدسات المصورين وملتقطي الصور من مصوري التلفزاء سواء الوطنية أو الأجنبية الموجودين هنا في أعداد غفيرة وإلى جانب هذا نظن أن الفريق كان دهل مجودات وقطع أشوار كبيرة ونقدر يقول أنه هذا الكأس يستحقها نظرا للإمكانيات لدهلها طيلة المنافسة هذه ونعيش الآن خضل خيرا تسلم الكأس لقائد سرار سرار لشوف كده شمتض على الكأس والذي سلم عبدورو لكل الزملاء والذي يستحقه حقيق طيب بعد ما شاهدنا الأهداف الأربع المسجلة وكيفية تسجيل الكأس والكأس موجودة معنا هنا بالستوديو زميل فوغالي ممكن من السؤال نطرحه على كل اللعبين يتعلق بالمسيرة هذه كتش بدات بتاع الكأس ده سرار أنا أقول بعد ما خرجنا من كأس الفريق سنة الماضية ضد فريق كانون دي خرجنا بنتجة جد مشرفة نهزلنا بهدفين بهدف في يون دي وكان فريق كانون يحتوي على عدة لعبين دوليين مثل كوندي وأمان بيك وأبينا أني لعبين قويين ثم أني بدأ إنساني يعرف المستواتي أو القيمة أو تكلمنا قلنا برد إن شاء الله لزنة المساهمة الأخرى نجمو نديره حاجة من ذلك الحين يعني الحفظ سقطنا ونقدرون قلوا بلي السقوط يعني كان حافظ أيضا يعني لما سقطنا يعني كنا استعرف يعني ناناش فريق عن البلد بيكام بسولا في القسم وطن ثاني هذه عاونتنا يعني لازم نحن نبارهنو سقطنا لازم نبارهنو بلي ناناش فريق على قسم وطن ثاني وعننا فرصة نبارهنو ون نبارهنو ونبارهنو وليس ونبارهنو نبارهنو سيد أسماني في انتابسك تتحارز وكان لك دور كبير في الكأس خاصة في المقابلة التي تعل الذهب وفي المقابلة تعل أهلي بسم الله الرحيم بسم الله بسم الله المهنة يا خدمت هي لوجب على يد لكن برص يعني الشي هذا رجع لتجربتك رجع ل هذه المرة السلسة وانا نشارك لطلالي في رقيها دي وبالعمل الجد هو اللي خلني بها يكون يعني في اللياقة البدنية لها طيب ممكن نعرف أهم حدث يلقاء مرسومة في الذهن بتاعت نظن لرب الجزاء أمام الآخر لرب الجزاء الأخرى تحمل ممتاز عالمه هذا يعني تعتبر أهم ذكرى في الإسلامية ليش أهم ذكرى تسمى أنا ذكرى أخرى تسمى هذه هي الأهم هذه الأهم تسمى دور نهائة عكا نهائة 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 برنام شفنا في الشيط الأول الفريق تقريبا تفرض تعليه طريقة لتعبه يعني الفريق هو يعني يفرض طريقة بتاعه نصحة التعبيد على الطريقة لتعبه الوفاة هذا رجع لإنه احنا كنا ننتظر يعني جمعنا واحد من نصف ننتظر لأن الوفاة لأول واهلة يدخل يحاول أن يسجل أكبر عبد ممكن من العداد شكرا لذلك احنا التارك بتاعنا تفهمنا من الأول باللي في نخشو ما نخشوش بتارك هماجية والله وثنو خطنا بالن يخشو بالنعطل حتى يكونوا فيها أحداث ما نكونوش نسرعين هكذا كبهن المرث والبيوت وهذاك عبدانا بليجيونا من الله وراه ونكسرنا اللعب وكل هو تمرك الهدف الأول وإحنا عرفنا هو في البيض يعني فلننفوز على هكذا شكرا هذا في عجاس يعتبر كذلك من هذا برس لعبين ولو أن كل اللعبين والواحد قام بدوره كما يجد عجاس كانت لتصعوبة كبيرة اليوم في الصعود للوزوم الشوط الأول خاصة رجع لسرعان على المهاجم اللي كان معاك وإلا رجع لطريقة اللعب اللي كان مفروض تطبق الشوط الأول الصعوبة اللي كانت مجيدة بالنسبة لي في الصوت الأول كان ربينا بعد والعجلات ما كانش في يعني نهار كما قلو وما كانش هي أو النسوية اللي بالنسبة فرش كان مريض كانت عنده حمى من قبل قبل المقابلة ولهذا كنت نسعت يعني في كل وقت الموجود لكن الشوط الثاني غيرت أمور شوط الثاني غيرت أمور عندما خل لا أبدو كان يعني نا مني شوية في الدفاع لهذا كنت وجد فغارات في الهجوم لنسا بين الموجود هاي بالكأس هاي تعتبر الكأس السادسة بنسبة الوثاق الفاق كان خاز بخمس كؤوس وطنية وهذي الكأس السادسة كأس الفريقية يعني كل ما يصل للدور النهاي إلا ويفوز بالكأس هذا هرز عليه سيخان تكن تلاعب والآن ركي مدرد منظم رجال للعادة قبل من لهج وحنا كلاعبين وكل ما لحقوا الدور النهائي يفوزوا بهذه كأس وكل ما يلحق جيل يجل مشعل يخليه الجيل اللي فات يخاف ويلحق الدور نهائي ويخسر الكأس تعهوك ولا يخسر الدور نهائي ولهذا ليقعدت يعني كعادة وكل جيل اللي يلحق هذا الدور هذا يعمل مدهود كبير بش يفرح إنه رغم أن الوفاق لأن يلعب القسم الثاني ولو أن كرنا في يوم أيام الفرق يلعب معها الوفاق كلها فرق ذات سمعة وذات مستوى عالي شكرا النهائي ويصدوش فرق للدور النهائي مع بنزار كبه مع وفاق ستوب كذلك بالنسبة للأهل اللي يعتبر من أقوى الفرق الأفريقية من أقوى أن الوفاق يلعب مع الأهلي قلنا أن الأهلي هو فريق من الفرق ما هوش أهلي على الثمانينات ما كذاش نقصد طبعا أن نقص من قيمة للوفاق بالعبس من قارن أن الوفاق كان بإمكانه يفوز بالفعل الوفاق تخطى العقبة ولما تخطى العقبة فالأهلي ما تأش أصبحت على مقربة منه طيب في عدة عوام أثرت على ستيت نرجع للبطولة أثرت على ستيت وأثرت بطريقة سلبية على المجموعة كل الشيء الذي أدى بالوفاق إلى السخوط يمكن نعرف أن العوامل سيسرار بستة دقائق أنا أنا المهر في باكرة شكرا لم تخونيش نجد الموسم بسقطنا في هذا كان يعني تردد ومكانة جدية في العمل من طرف العبين في البدايق لكن بعد انتهى مقابلة الذهاب تفطلنا وقنا باللي أنا لعبوا مصير تحاريخ عاتيق وعندوا سمعة كبيرة في البلاد يتعبوا عليهم بزر استرجعنا قيوانا وبدأنا نعملو وحقيقة النتائج كانت تكلم علينا في 17 مقابلة نهزمنا في ثلاث مقابلات وكيف نهزمنا و14 مقابلة منهزمنا شواء ونقدر نقلوها كنا بكتين داع السيستام تاريسين كراليقابل يكتيحوا خمسة وزيد يعني نقلوها بكل صراح وما نقلوها كانت فيها لاتريسة لتنكلا يعني فيان واحد في رقمه يلعبو في كورونا ديك أنا كلاعب يعني في النخبة دون مخلصتني باش اللعب سنة يعني ولم في شذف يعني يتركوا أخر مقابلة أنا نسنية لسنة ورزي بسات مارس علش لعش لعش ستارش أسبوع من قبل يلعبو في عناباق وقران يخسروا أسبوع اللي من بعد يلعبو يشلف وما جي ما تحب وما نشوف حتى لعب هل قدروا مثل هل من أسباب ديك اللون بش مطلق الناس كل لعب كورا مضيطة ولي في صاح الرياضة وفي صاح الكورا ما كان شديد رقيس طيب ممكن نستخلص العبرة الآن من السقوط هذا من تلك فريق عديد عدد فرق يعني عندها سمعة كبيرة ونزلة الأقسام الجنية نذكر الملاحة نذكر اتحاد العاصمة نذكر عدد فرق لعندها سمعة مثل جلمة مثل عدد فرق تعطيت بعض الأسباب لأسباب موضوعية على كل بدات من مشاكل داخلية بدات من وضعية معينة عانة من الفريق حاول يستطرتها موجود لكن الشيء اللي أخلصوه هذه الكأس ما تصورش اللي بكأس هذا سمعني يسير الحبيب يعني سقوط على سقوط الملاحة وسقوط الكهرباء مثلا سقوط الملاحة كان الرجع إلى هجرة اللاعبين يعني هجرها اللاعبين بس سقطت ولكن نحن عنا فريق متكامل يعني الملاحة ماشي باش نطيح من القيمة تحق الموسم ماذا كان استحق السقوط كانت نهزم كثير في بلادها في العودة ولا في مقابل الدول يعني الأسباب اختلف يعني كانت عندهم هجر في عد الرحل المصرقاني كان لدي ميل أبستان مرسقان ميل يعني اللاعبين أقوية نحن مخطاهم اني ما لازم باش يسقط لكن احنا كان عنا فريق قوي يعني ماشي فريق رغم سقطنا لابنا يعني ما سنتقفر ونحن بل مستوات عنا مش مستوات عقسن 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 فهذا سيدي الشي اللي انتمن هو وانا شوك الوصاة ان شاء الله كيف بفضل العمل شوكه في القصب الوطني الأول بفضل التكافة للعبيين والجدية في العمل هذه حاجة يعني مايش مايش سر مايش أنا أنا عجيسة عجيسة نفتور 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 معنا دايما اللعبين رح نرجع للحديث مع الإخوة بعدما نتعرض لفقرات أخرى من هذه الحصة المتعلقة بداية بالسباحة وهذه الصور عن مغادرة المنتخب الوطني والتشكيل الوطنية الجزائر في ترجمة نانسي قنقر